بعيدا عن عدسات الكاميرا تتجدد اللقاءات تشاورية بين الرئيس المريداني محمد الشيخ الغزواني وبعض قادة الأحزاب السياسية أياما قبل بدء الجلسات التحضيرية لإطلاق الحوار الوطني المرتقب ورغم تأكيد اللقاءات التشاورية بين الرئيس والأحزاب تفضل الأخيرة الصمت حول حصيلة هذه اللقاءات رغم حرص الرئيس والغزواني على اللقاءات المعارضة وسعيهم إلى ذلك فإن اللقاء اليوم لا يعتقد أنه يدخل في إطار التنسيق وإنما يدخل في إطار أخض ضمنات من أطياف المعارضة خاصة أن التشاور على الأبواب وهناك توجز في بعض الأوساط السياسية التشاور البيني والتشاور الوطني أو الحوار الشامل عنوين للمرحلة الحالية بعد سنتين من تطبيع الحياة السياسية أفرزت إجماعا معلنا حول الحوار الوطني الشامل المرتقب حزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم دعا نظراءه والمترشحين السابقين للرئاسيات لعقد جلسة للتحضير للحوار وهو ما يراه مراقبون بداية فعلية لترجمة الوفاق السياسي الحاصل برأيي تأتي دعوة حزب الاتحاد الجمهورية بادرة وجزء من تطبيع كما قلت الحياة السياسية بشكل عام وهي لا شك ستكون دعوة مهمة سيتمكنه رقاء السياسة من خلالها من وضع لبيناتين وأسس مشتركة ينطلق من خلالها التشاور التي تكون وجهة النار المتقاربة حول المواضيع الوطنية الكبرى التي تهم البلد ورغم الوفاق والتقارب لا يخفي عدد من الساسة مخاوفهم من أن يعصف التباين الفكري والإيديولوجي بين السياسيين إضافة إلى خلافاتهم التاريخية حول القضايا الشوهرية بنجاح الحوار المرتقب بعد أقل من 48 ساعة سيعقد قادة الأحزاب السياسية هنا في هذا المقر أول اجتماع تحضيري للحوار المرتقب وباجتماعهم يبدأ فصل سياسي جديد لا يعول عليه شارع كثيرا في إخراج موريتانيا من عنق تحدياتها الاجتماعية والاقتصادية محمد راجي قناة الغد نواك شوط ترجمة نانسي قنقر